قطات اللي عجبتني جدا ولما بتيجي تتكلم عن كل اللعبة تحديدا تتكلم عن قصة الانتباق شوية سواء بتتكلم الانتباق للنادي بتاعه أو بتتكلم للبلد في العموم مبارح كان فيه لقطة حلوة لما راح محمد النيني طبعا نجم وانتخب مصر ولعب أرسنل قام بزيارة لعيلته في مدينة المحلة الكبرى طبعا هي مسقط رأسه يعني وكان حريص جدا أنه هو يروح استاد غزل المحلة ويتدرب ويجري كمان ويقابل هناك ناشئي غزل المحلة واخد معهم كمان صور كتير يمكن تسترين من اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي يعني أنا بحب الشكل ده وبقى شوفه حافز كبير جدا عند كمان الناشئين وتبقى روح معنوية حلوة وتبقى لمسة حلوة طبعا لما انت كلاعب كبير وليك اسمك أو شخصية كبيرة وليها اسمها لما بتروح بتزور أهل بلدك فأنا عجبتني جدا اللقطة اللي انني عملها بصراحة وناس كتير عملت لها الشعر كمان كل لعبين المحترفين بره رحية كل فترة والتالية نشوف لكل واحد فيهم على حدة تاتش ما لمحة ما لطيفة جدا لمحات إنسانية كتير بنشوفها من لعبتنا الحمد لله رب العالمين ربنا كريمهم ومناكحين ومنورين في الدوريات الأوروبية المختلفة اللي هما بيلعبوا فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة